السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سنقوم بحل أسئلة الفصل الثاني وهي في الكتاب المدرسي صفحة 18 نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول السؤال الأول بيقول لي اختر رمز الإجابة الصحيحة ما العضية التي لا توجد في الخلايا الحيوانية؟ طبعا العضية هي الجدار الخلوي الإجابة إيش جيم اتنين ما العضية التي تحتويها البكتيريا؟ إذن ما العضية التي تحتويها البكتيريا؟ ألف الريبوسومات إذن الجواب لرقم اتنين هي الريبوسومات السؤال الثالث اكتشف الباحثون سما يعيق عمل الميتاكندرية في الخلايا ماذا يحدث إذا أدخلوا هذا السم إلى خلايا نبتة ما؟ وعن الإجابة الصحيحة هي با ليش با؟ لأنه يا عاشر بحكي للسم سيعيق عمل الميتاكندرية إذا الميتاكندرية صار فيها مشكلة ستتوقف عن أداء وظيفتها اللي هي إيش؟ اللي هي إنتاج الطاقة إذن السم سيعيق فقط عملية إنتاج الطاقة لأنه صار عندي مشكلة في الميتاكندرية السؤال الرابع وجد أحد الباحثين خلية حية حقيقية النواة لا تستطيع الإنقسام والتكاثر وإنتاج البروتينات ما الذي لم يجده الباحث في الخلية؟ مازال ما فيش إنقسام وتكاثر إذن معنات الكلام النواة بتكون مالها مش موجودة طيب السؤال اللي بعده له سؤال عرفي الشبكة الإندبلازمية الخشنة والسترومة نبدأ بالرقم واحد تعريف الشبكة الإندبلازمية الخشنة هي عضيات كروية تنتشر على سطح الجزء القريب من الغلاف النووي حيث تقوم بنقل البروتينات بعد تعديلها وتمرير الإنزيمات إلى الأجسام الحالة رقم 2 تعريف السترومة السترومة هي عبارة عن سائل كثيف يملأ الحيز الداخلي للبلاستيدات الخضراء يحتوي على بروتينات وإنزيمات وريبوسومات وحبيبات نشا بالإضافة إلى DNA وRNA طيب نيجي للسؤال الثالث السؤال الثالث بيقول لي بماذا تختلف العضيات الغشائية عن الغير غشائية أو اللاغشائية؟ أنها محاطة بأغشية ذات تركيب كيميائي مشابه لتركيب الغشاء الخلوي بس هي الفرق أما السؤال الرابع أذكري بنود نظرية الخلية نعددهم مع بعض 1- جميع الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة أو أكثر 2- الخلايا هي الوحدات الأساسية في التركيب والوظيفة في الكائنات الحية 3- تنتج الخلايا الجديدة من خلايا سابقة لها نيجي الآن للسؤال الخامس هو سؤال عللي ألف البلاستيدات الخضراء لها القدرة على النمو والتضاعف ليش؟ طبعا نجي الإجابة لاحتوائها على جزء DNA وجزء RNA عللي با تعد الأجسام الحالة بمثابة الجهاز الهضمي في الخلية طبعا الإجابة لأنها تقوم بهضم وتحليل المواد الزائدة والأجسام الغريبة داخل الخلية كما تلعب دورا هاما في التخلص من بعض محتويات الخلية والأنسجة التالفة بذلك نقود قد وصلنا إلى نهاية الفصل الثاني من كتاب الأحياء للصف العاشر مع حل هذه الأسئلة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته